غضب العراقيين لا يهدأ فمن الشمال الى الجنوب ومن المقار الحكومية الى الهيئات الدبلوماسية يواصل المحتجون تصعيدهم الذي يؤدي في النهاية الى سقوط القتلى والجرحى ففي تطور جديد للمشهد قفز المتظاهرون الى هدف ايراني جديد عندما اقتحموا مبنى القنصلية الايرانية في محافظة النجف الجنوبية قبلتهم القوات الامنية بقنابل الغاز المسيل للدموع مما ادى الى اصابة العشرات بحالة اختناق وفي بغداد ثاني العاصم المقتضة بالسكان في العالم العربي كان من بين الضحايا قتلى في اشتباكات مع القوات الامنية وهو ما نفته القوات الامنية التي اكدت انها تعمل على اعتقال من وصفتهم بمثير الشغب والمندسين في الاحتجاجات بعد عرض الوثائق والبيانات والصور التي تؤكد طورتهم في هذه الافعال وفي انفراجة للازمة التي تقترب من نهاية شهرها الثاني اعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الافراجة عن 2500 موقوف اعتقلوا اثناء التظاهرات مؤكدا ان قوات الامن حرست على حماية المتظاهرين في ساحات التظاهر كما شدد على ان هناك حراكا في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية الحراك السياسي الذي اعلنه رئيس الوزراء العراقي كشف تفاصيله المتحدث باسمه سعد الحديثي مؤكدا ان عبد المهدي على وشكي ان يستكمل عملية الترشيح لتعديل الوزرية مضيفا ان تعديل قد يشمل نصف الحقائب الوزرية مؤكدا ان الحقائب المعنية تخص الخدمية والتجارية ومرتبطة بالاصلاح الاداري والاقتصادي والمالي لا يزال العراق يشهد اكبر موجة احتجاجات منذ سقوط نظام صدام حسين فمطالب المحتجين لم تعد تقتصر على تحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد بل ارتفع سقفها الى ما هو ابعد من ذلك فهل تردخ الحكومة ام يمل المحتجون